قامت مساء أمس سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هندى بيتنو بزيارة للأطفال الذين أجلت لهم عمليات جراحية من قبل الأطباء الأتراك والبالغ عددهم 11 طفلاً بمستشفى الأم والطفل كما قامت سيدة البلاد الأولى خلال هذه الزيارة بتقديم شهادات تقديرية للطاقم الطبي التركي الحبيب حامد محمد بحضور أمين الدولة في الصحة العامة ومن أجل متابعة سعيها لها محدود في مساعدة المرضى والبحث عن طرق إلاجية لهم خارج البلاد وداخلها الأسيام المرضى زوي الأمراض الصعبة والمستعصية ها هي اليوم سيدة البلاد الأولى هندى بيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير مرة أخرى تزور مستشفى الأم والطفل وهذلك من أجل لوقف على أحوال الأطفال المرضى والذين أجروا عمليات جراحية مستعصية من قبل الأطباء الأتراك الذين قدموا إلى البلاد منذ أسبوعين وأجروا أكثر من 11 عملية جراحية مستعصية منها تشوهات خلقية وزيادة في الأعضاء الجسدية وغيرها قافلة الجراحين الأتراك بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير بدأت من 23 مايو إلى 28 مايو المنصر وأجرت خلال هذه المدة أكثر من 10 حمليات جراحية مستعصية وتقديرا لما بزله الأطباء الأتراك والشادين من جهود في معالجة الأطفال قامت مساء اليوم رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بتكريم هؤلاء الأطباء بشهادات تقديرية من مؤسسة القلب الكبير وعدتهم 12 طبيبا وجراحة المناسبة بدأت بكلمة قدمها الدكتور عثمان شيريكي ماتو رئيس قطاع الطب والصرف الصحي في مؤسسة القلب الكبير والمشرف على هذه العمليات حيث شكر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو صاحبة القلب الكبير وذلك من أجل جهودها المبزولة من أجل الأم والطفل وقال إن العمليات الجراحية التي أجرت لأطفال وفي هذه الفترة الزمنية البسيطة إن كانت خارج شات ستكلف البلاد أكثر من 150 ألف دولار لذا إن مؤسسة القلب الكبير عزمت في وضع استراتيجية جديدة بأن تأتي بالأطباء هنا في شات وإجراء العمليات المستعصية للأطفال ومن ثم تفادي تعب السفر وإرحق أولياء أمور الأطفال وما تسعي له مؤسسة القلب الكبير هو تنمية مستدامة من أجل رفاهية الأسرة الشادية كما أن مؤسسة القلب الكبير في قافلتها هذه ضمت عدد من الأطباء جانب الأطباء الأتراك أطباء الشادين وأطباء من دول أفريقيا كأخصاء التغدير دوغي توماس وهو طبيب من جمهورية بنين وأخصاء أمراض العيون الدكتور مونكيلا جربا وهو طبيب من جمهورية النجر المجاورة وبعد ذلك قامت رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة تشاد الأولى بمنح الأطباء الأتراك والشادين والأفريق شهادات تغديرية باسم مؤسسة القلب الكبير وذلك تغديرا لجهودهم المبزولة من عجل عملهم الإنسان لأطفال الشادين وقبل الختام قدم سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير كلمة شكرت فيها كل الذين ساهموا في إنجاع هذه القافلة وخاصة الأطباء الأتراك وكل العملين في مستشفى الأم والطفل بأن جمينا وقال أن هذه البادرة تعتبر فريدة حيث استطعنا بفضل الله تعالى بأن ننجع في كل العمليات ونقدم الشكر أيضا لوزارة الصحة العامة وأخيرا تم أخذ صورة جمعية جمعت رئيسة مؤسسة القلب الكبير مع الأطباء الأتراك والشادين والأفريق وأيضا مع عضاء مؤسسة القلب الكبير الذين حضروا المناسبة ومع جميع العاملين في مستشفى الأم والطفل بأن جمينا ترجمة نانسي قنقر